نذهب إلى نجم اسهيل الذي ينتظره الكثير من أجل انكسار حرارة الجو لكن بحول الله تعالى إن شاء الله نقبل على إجواء باردة في الفترة القادمة يعد نجم اسهيل من أكثر النجوم التي يهتم بها العرب بمراقبة ورصد النجوم وتصنيفها وتسمياتها لأنها هي بوصلتهم وساعتهم وتقويمهم وبها يستدلون على الوقت والتوقيت للفلاحة والحر والقر والصيد والرعي والسفر في البر والبحر ونحو ذلك وظهوره يشير إلى بداية العدد التنازلي لفصل الصيف ويتم رصد هذا النجم بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في الرابع والعشرين من أوغست من كل عام وعرف عن طلوع اسهيل عند أهالي منطقة الحدود الشمالية أنه نجم توقيت متعارف عليه ببداية تراجع موجات الحرب بشكل تدريجي ويتباشر به أهل البادية كتوقيت زمني بانكسار حدة الحر وإقبال موسم منطر إن شاء الله بدت مواسم الأمطار في غرب وجنوب المملكة اللي نسأل الله تعالى أن تكون إن شاء الله فترة لتغير الأجواء عندنا في المملكة وتكون الأجواء إن شاء الله أكثر نقاءا وصفعا